المجلس الأعلى للشباب والرياضة والعمل على تمكينهم في مختلف المجالات نعم وذلك لجعلهم قادرين على أن يكونوا أساسا ومحور التنمية في المملكة وهو الأمر الذي يتوافق مع توجيهات جلالة الملك المعظم الرامية إلى الاعتماد على مهارات الشباب وقدراتهم لتحقيق النمو للمملكة وسط اهتمام سمو ولي العهد رئيس نجلس الوزراء ودعم سموه للشباب البحريني وتوفير فرص لهم باعتبارهم عماد المستقبل جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة لعام 2024 وأشار سموه إلى أن الاهتمام بالشباب هو مجهود وطني متكامل ويعتبر ركيزة أساسية تعمل عليها كافة الجهات الحكومية والخاصة لتطوير منظومة عمل متكاملة لدعم الشباب في المملكة وتوفير بيئة يمكن للشباب فيها أن يقدم إبداعاته ويكون مساهما فعالا في تنمية المملكة وقدم أصحاب السمو والمعالي والسعادة بالتهاني والتبركات لسمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على إنجازه التاريخي بتحقيقه بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي كما أشهد سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإدور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ودعمه للمنتخبات الوطنية لتحقيق الإنجازات الرياضية خلال الفترة القصيرة الماضية بإنجازات تاريخية وأرقام أولمبية قياسية باستصدر الدول العربية في أولمبياد باريس 2024 وتحقيق منتخبين الوطني لكرة السلة لقب البطولة الخليجية السابعة عشر لمنتخبات الرجال للمرة الأولى في تاريخه وفي بداية الاجتماع قدم موهب الأمل تقريرا مفصلا عن دراسة شاملة طبقت على فئة محددة من المتميزين وأعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن مبادرة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتأسيس هيئة التميز الأكاديمي تضم نخبة من الطلبة المتميزين أكاديميا وتهدف إلى بناء شبكة تواصل فعالة تساهم في تبادل المعرفة ثم استعرضت وزارة العمل مستجدات مشروع حصر وتمكين الطاقات الشبابية المتميزة أكاديميا خلال الخمسة عشر سنة الماضية والذي أطلق بحسب توجيهات سمو ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والهادف إلى الاستثمار في الشباب المتميزين كما استعرض المجلس آخر النتائج للنسخة الأخيرة من مشروع مساري الذي يهدف للمساهمة في رفع إمكانيات الشباب العملية والعلمية للدخول في سوق العمل وتعقبا للنتائج الإيجابية وجه المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإطلاق النسخة الثالثة من مشروع مساري وناقش أعضاء المجلس مستجدات مشروع الاعتراف بالتعلم المسبق والمسارات المرنة الذي جاء تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء الموقر بإعداد مقترح لاحتساب الخبرة التراكمية وفقا لاستراتيجية هيئة جودة التعليم والتدريب كما قدم صندوق العمل تمكين عرضا حول منصة أمهارات البحرين والتي تسهم في التركيز على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة